وجه الرئيس السيسي بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الأوكرانية الراهنة لحين عودتهم إلى مصر كأذلك خلال اجتماعه مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم وخلال الاجتماع اطمئنا الرئيس السيسي على سلامة وأوضاع الجالية المصرية بأوكرانيا حيث اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة وموقف الحالات الإنسانية وكذا المصريون العابرون للحدود إلى الدول المجاورة لأوكرانيا وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنصيق مع سلطات الدول المناظرة